السلام عليكم حينما نفقد حبيبا أو قريبا ما دعسنا أن نقول إلا كما علمنا رسول الرحمة أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون هذه كلمة نرددها دوما إن لله وإن إليه راجعون يعني الموت علينا حق ربنا عز وجل أخبرنا بأن الموت قادر محسوم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور كل نفس ذائقة الموت نقرأها دوما على سيارات نقل الأموات كنقرأ هذه الكلمة هذه الآية لكم مباركة كل نفس ذائقة الموت وذائقة بمعنى أن الموت ليس على وجه الحقيقة هو مجرد مضاق وإلا فإننا كما نموت نحيا وربنا عز وجل جعلنا النوم كل يوم ننام ونستيقض وكما كما تنمون تموتون وكما تستيقضون تبعتون فالموت هو مجرد انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء فأسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة لعل أمك للأمينة أصيبت بما يسمى باكتئاب ما بعد موت الزوج هناك مرض يسمى اكتئاب ما بعد موت الزوج حينما يموت الزوج أو العكس قد تموت الزوجة ويقول الإنسان ربما يندهش ويصدم هذا الجسد الذي كان نصف الآخر لأن الزوج ونصفه الآخر كيف أن هذا الجسد الذي كان بجماله وبهائه وإبداعه وكان في عناية ورعاية الآن صار نتنا ميتا وإكرام الميت الإسرع بدفنه لأن رائحته تصير كريهة ثم يؤخذ ويضع في القبر ويضع للتراب كيف هذا الجسد صار هكذا هناك بعض النساء يصبن مباشرة بعد وفاة أزواجهن باكتئاب ما بعد الوفاة يكون شديد جدا وخصوصا المرأة التي كانت تتمنى لو أن زوجها كان على قيد الحياة لأسعدته ربما كان بنتهم نزاع أو خصام أو حسابات فتقول ودع قبل أن أوفيه حقوقه ودع قبل أن أحسن إليه ليته عادة لكنت أمثل تحت قدمه فتشعر المرأة بنوع من تأنيب الضمير ووخزي الضمير وبالتالي تصاب بما يسمى باكتئاب ما بعد الموت هذا يصيب الكثير من النساء لهذه وصية المرأة تحرص على إسعاد زوجها قيد حياته والعكس صحيح العكس صحيح حيام رأيت رجال فقدوا زوجتهم ومباشرة بعد أن فقد زوجته وصيب باكتئاب الحاد حتى أن معارض عليه عرائس زوجات أخريات لكنه رفض لأنه يشعر بامهزام وبتحقم كبير والسبب أنه لم يكن يعامل معامل حسن أو كان فرط في بعض حقوقها فقليتها عادة لفعلت لها كذا وكذا وكذا لهذا فربنا عز وجل يتنزى في ملكه والكمال لله وحده لا شريك له إلا أن أختي أمينة إذا علمنا بأن حقيقة الوفاة ما هي هي أن الله عز وجل يقول للعبد المؤمن تعال إلينا لترتاح هذه هي عائقة الموت المؤمن لما يأتي أجله ربنا يقول له عبدي أو أمتي تعالوا إلي لترتاحوا من مشقة الدنيا وعنائها لم يبقى لكم فيها إلا المزيد من الأمراض والأسقام والعنة تعالوا إلي لترتاحوا فربنا يأخذهم إليه ثم ينقلهم إلى عالم البرزخ وعالم البرزخ هو مكان فيه تجمع لكل المؤمنين والمؤمنات مثل قاعة الانتظار إنسان دا تونت يجتمع فيها كل الأموات في انتظار أن يأدن الله تعالى بالنفخة الصور وتكون القيامة القوم الكبرى لكن عالم البرزخ هو عالم فيه حياة تجتمع المؤمن مع أهله وأحبابه حتى إن المؤمن يقضي الليلة الأولى في قبره ويرى أنه انتقل إلى عالم غريب أين أنا الآن الليلة الأولى لكن المؤمن بعد أن يحاسب يقال له نم نومة العروس في خدرها والليلة الثانية مباشرة ينتقل إلى عالم البرزخ ويجد بأن أهله وأحبابه ودويه في انتظاره والداه وأجداده وأخواله وأعمامه وأحبابه ومن سبقه بالإيمان يقولون سيقدم علينا وافد جديد سيقدم علينا وافد جديد فرحين مصرورين مبتهجين بهذا الوافد فأموتنا ولدي الحمس خير أموتنا في فسحة عند الرحمن لكن ما ينقصهم هو أننا ندعو لهم بالمزيد من الرحمة والمزيد من المغفرة والمزيد من الرضوان فالأم للا أمين محتاجة إلى من يخبرها ويفقها في الدين على أن الموت هي قبر محتوم وأن أموتنا إلى الجنة بفضل الله يكفي أن سيدنا النبي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فقال أبو در وإن سرق وإن زن قال وإن سرق وإن زن ثلاث مرات قال وإن سرق وإن زن رغم أن في أبي در فرحمة الله واسعة للا أمين لعل الوالد كان حافظ لكتاب الله والحافظ لكتاب الله مرحم الحافظ لكتاب الله مرحم لأنه يحمل كلام الله في صدره وإذا دخل قبره تحاج عن سرط الملك وإذا كان في السرط تحاج عنه آل عمران والبقرة وإذا كان في المحشر يستضل بالبقرة وآل عمران وغيرها من الصور المباركة التي فيها أسرار إلهية فربنا رحمن رحيم بل إن الله تعالى يعطي الميت الحامل لكتاب الله الشفاعة يشفع لعشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار حكمة ذلك أن الله تعالى جعل رغم الكورونا يتبعه أعداد كبيرة مئة وخمسين نفر كما بكرت هذا من ألمات الشهود شهود الدنيا شهود الآخرة رغم الكورونا ورغم الإجراءات الاحترازية والوقائية لكن هناك بعض الأخيار وبعض الأبرار جنائزهم تكون ملأة بالأحباب يستغفرون له ويشهدون له عند الله تعالى رغم أن هدفها برر على مستوى نقل الوباء لا قدر الله ولكن رحمة الله أوسع ومغفرته أكبر فهذه علامة حسر الخاتمة حتى إن الذي متى بجانبه وكان سكيرا من يدري لعل الله تعالى يكرمه بحسر الخاتمة من يدري لا أحد يدري لأن الله تعالى هو علام الغيوب كم من واحد كان فاسقا وكان تاجرا في الظاهر لكنه كان يعمل صالحا كان محبا للخير كان ينفق على الفقراء والمسكين كان يوثر الآخرين عن نفسه كان يقدم الآخرين عن مصالحه لعله كان ضارا بوالديه لعله كان صابرا محتسبا لعله يشرب الخمر وأنا أعرف أعداد يشربون الخمر فرارا فرارا من النزاع لأنهم كترت عليهم النزاعات وكترت عليهم الامتلاءات فيفرون بعيدا يشربون الخمر ويطلبون من الله العفو والعافية فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لعل الله تعالى أراد أن يكون جيرانا حامل كتاب الله وشربوا خمر في قبرين لعلهما أحدهما إلى الآخر يتكلمان ويتحاوران في قبرينهما والرحمة عند الله نسأل الله الرحمن الجميع ونسأل الله أن يختمنا ولكم جميعا بحسن الخاتمة أما الوالدة فعليها أن تعلم بأن زوجها رحل إلى رحمة الله وأن ما أصابها مع أولادها هذا قد يكون قدر من عند الله في الغالب دائما المؤمن يسبق إذا أصابته فتنة وإذا أصابه درر وإذا أصابته مصيبة يقول في الغالب لعلها فتنة من عند الله ابتلاء من عند الله ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين إذا أصابتنا مثلا شباب لم يتزوجوا شابات لم يتزوجنا لا رزق قليل درسوا درسة جامعية ولم يحصلوا على شغل ولا على عمل لا نقول دائما بأن الأسباب خارجية نقول أولا لعل هذا من قدر الله ربنا قسمة ونصيب ولا مفر من ذلك سوى الدعاء واللجوء إلى الله إذا كانت المسألة يفتن من عند الله وابتلاء من عند الله لا ملجأ ولا منجس سوى اللجوء إلى الله والدعاء إلى الله وقد يكون السبب فعلا كما ذكرت أن هناك بعض الأشخاص الذين عندهم مرض في قلوبهم يستعملون شعودة ويستعملون أصحار سحر وأشياء تلاصم يؤدون بها الآخرين فيتأدون هذا ممكن وارد جدا وارد جدا وربنا ذكروا في القرآن العظيم كثيرا ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وكل هذا لكي يزول ماذا علينا أن نفعل أختنا أمينة ذكرت مجموعة كبيرة من المتاعب ماذا علينا أن نفعل ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أننا نتجاوز هذه المحن ونتجاوز هذه الصعوبات ونحصل على حياة رغيدة طيبة سليمة ماذا عثنا أن نفعل علينا أن نقيم مؤتمر يدعى إليه خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإختصاب وفي الأرثيولوجيا وفي التاريخ وفي القانون وفي فنون الحياة وفي البرمجة العصبية والبرمجة اللغوية لعلهم يجدوننا شلولا لهذه المشاكل التي أصيبت بهذه العائلة لكن نحن لا نحتاج إلى كل هذا نحتاج إلى شيء واحد فقط دون متاعب نحتاج أن نتوجه بإخلاص وبيقين إلى صاحب الأمر إلى مالك الملك إلى الذي أمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون ونقول يا الله يا الله يا الله يا ربنا إن هذه العائلة إنها عائلة رجل يحمل كتابك في صدره يحمل القرآن الكريم في صدره وإن هذه العائلة تعاني متاعي الأب في القبر والأم طريحة الفراش والإخوة والأخوات في صراع يا رحمن يا رحيم كرامة للقرآن العظيم الذي في صدره يا رب هذه الأيلة اللهم اجمع شملهم أجمعين يا رب أنت طبيبهم وأنت معالجهم وأنت كفيلهم وأنت مدويهم اللهم إن نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تشمل هذه العائلة أما وأولادا وبنات وحفدة أن تشملهم برحمتك وتشملهم بعافيتك وتشملهم بعنايتك وتشملهم برعايتك اللهم يا رب اصرف عنهم الأمراض واصرف عنهم الهموم واصرف عنهم الغموم اللهم يا رب يا كريم وفرج عنهم ما يجدونه إن كان سحرا فأبطله يا رب إن كان ما أصابهم سحر فأبطله وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يسلح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإن كان قد أصب ما أصبهم مرض نفسي فيه توتر وعداو مغضا فيما بينهم فاللهما أنت الطبيب فعالجهم رب الناس أدهل الباس رب الناس أدهل الباس إشفي أنت الشافي إشفي أنت الشافي إشفي القلوب وإشفي الضمائر وإشفي ما في الصدور إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم عجل لهم بالشفاء التام شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا رب وارزقهم رزقا حسنا وارزقهم رزقا طيبة رزقا كريمة رزقا وفيرة وبدل حياتهم من حل إلى حال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله اللهم يا رب بدل حالهم إلى أحسن حال صحة وعافية وبركة ورزقا وسعدا قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربيك